فضل الشيخ هل الصدق فقط متعلق بالناس أن تكون صادقا في حديثك معهم أم أن هناك صدق مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الصدق هو الصدق عن الله جل جلاله فالذي يكذب على الله هو شر الكاذبين ولذلك هو المتوعد باللعنة نعوذ بالله فلذلك قال الله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَرْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ والكذب على الله عدل الشرك بالله لأن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونه هذا هو الكذب على الله ثم يليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يرويه الإنسان عنه هو من أعظم الصدق بعد الصدق عن الله فلذلك لا بد أن يتحرز الإنسان غاية التحرز إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن يقول علي ما لم أقل فليلجي النار ولذلك إذا سمحت محدث السامعين والسامعات بحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول ثلاثيات البخاري ورقمه في الصحيح 109 وبين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال وهذه 24 حديث فقط في صحيح البخاري تسمى الثلاثيات ليس بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعلى شيء في صحيح البخاري فالأهل الحديث يقولون الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كفاب الرسول شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحظيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلس عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السواعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن شمس الدين العنقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكري الأنصار عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن مبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن إنسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداود عن عبد الله بن أحمد السرخص عن محمد بن يوسف بن مطر فرابري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحها حدثنا المكيون وإبراهيم قال حدثنا يزيد أبي عبيد عن سلامة من الأكوعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فدل هذا الحديث وغيره من الاحديث فحديث من كذب علي متعمدا رواه مئتان من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزة تميز بها أصحابه فلم يعرف من الصحابة الكرام من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقع منهم ذلك وكذلك كان التابعون يتحرزون من الكذب تحرزا كبيرا فأبو هرارة رضي الله عنه لما قال كلمة شكها هي نفس الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة بمعناها أغمية عليه من شدة الهول صدقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود كذلك كان يقول أبو فوق ما قال أو دون ما قال أو نحو ما قال يتحرز يخاف أن يكون غير حرفا مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الصدق عن المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم رهدته العلماء فكثير من الناس لا يتحرى الصدق في ذلك في الفتاوي في نقل المذاهب في نقل الأقوال لا بد من التأكد منها ولا ينسب إلى أحد كما ذكرت الصحابة الكرام والخلفاء الراشدون على رأسهم ثم بقية الصحابة الكرام بلخصة الفتوى منهم ثم أئمة التابعين ثم أئمة المذاهب والمجتهدون بعد ذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن لا يقول عليهم إلا ما قالوا وأن يكون صادقا فيما ينقل ويروي فهذه الأمة تميزت بالإسناد والصدق فهذا الإسناد من خصائص هذه الأمة ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لأولي الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال الإسناد نسب الحديث وهو الخصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك تميزت هذه الأمة بالصدق على أسلافها فلا يكذبون عليهم بينما الأمم السابقة كذبوا على الله فزوروا الكتب السماوية ونسبوا إلى الله ما لم يقولوا ولذلك قال الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون القرآن محفوظ تعهد الله بحفظه لكن أيضا صدقت الأمة في كل طبقاتها وكل عصورها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ويشتهرون وتنبذهم الأمة نبذا ولذلك قال عبد الله بن مبارك والله لو أن رجلا بالصين هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذب والضعب يفضحه الله وينتشر خبره قبل أن يتكلم ولذلك قال العراقي رحمه الله لما ذكر الذين بدأوا بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيض الله لها نقادها فبيّنوا بنقدهم فسادها فلذلك هذا هو الصدق في العلم ثم بعد ذلك الصدق في الرواية عموما فعلى الإنسان أن يتحرز وأن يعلم أن لسانه مسؤولية حظيمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمعاذ بن جبل ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فهذا اللسان خطير جدا ولذلك ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان فتقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن عججت عججنا فلابد أن يتعود الناس على الصدق وهذا التعود هو الذي بيّنه نبي صلى الله عليه وسلم هو يتحرّى الصدق تحرّى الصدق معناه يحاول أقرب شيء إلى الصدق هو الذي يقول فإذا كان الناس يتحرّون الصدق سواء في الأخبار والإعلام أو في التواصل الاجتماعي أو في نقل الأخبار أو في نقل الفتاوية أو في نقل العلم أو في العقود أو في الأخبار حتى في تربية الأولاد ما يكذب عليهم ما يقول أن ذاهب إلى كذا وهو ذاهب إلى غير ذلك ولا يقول ما عندي وهو عنده وكذلك المرأة لا تقول تعالى أعطيك وهي لا تريد أن تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من الكذب وأنها كل المواطنة تدور حول هذه الأفعال والأقوال أما غير تحرّي الصدق فيها وأتأكد من فعلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصدق النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشيخ كان يحذر خير القرون اللي هو قرن الصحابة الذين كانوا معه من الكذب ويحثهم على الصدق فما أحوجنا اليوم إلى أن نستمع إلى حال الصحابة رضي الله عنهم مع الصدق أو كيف يكون الصدق مشاعن بين الناس والأسر قبل قليل ذكرت الأب وفي محوره الأم في محورها المربي المربية المدرس المدرسة وأقص على ذلك بين الجيران كذلك في البيوت كيف نشيع الصدق في علاقاتنا الأسرية وبين أرحامنا وما وسائل ذلك وكيف نعزز خلق هذا الخلق خلق الصدق في نفوس أسرنا وأبنائنا وأزواجنا وأرحامنا ومجتمعنا نعم لا شك أن الصدق يحتاج إلى مدرسة كبوا عليها المجتمع ولذلك لا بد أن يكون لدينا تشجيع للناس على الصدق تشجيع للأطفال تشجيع للطلاب من يصدق ولا يكذب حتى لو كان ذلك يتيه بضرر فالصدق يتيه بالحق وصدق منجات ولذلك فالثلاهة الذين خلفوا كذب المنافقون واعتذروا ففضحهم الله والثلاهة الذين خلفوا صدقوا فلم يعتذروا قالوا والله ما عندنا أي عذر وإنما تخلفنا وخالفنا الأمر فكانوا صادقين فتاب الله عليهم ورفع شأنهم إلى اليوم وإلى يوم القيام ونحن نقرأ قبل أن يرفع هذا القرآن نحن نقرأ ثناء الله عليهم وبيان أنه تاب عليهم مرضي عنهم وعلى الثلاهة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ذهم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وهذا الزمان الذي يفشو فيه الكذب في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك لا بد أن يعود فيه الناس جميعا على الصدق فيعود يعود كل إنسان نفسه على أن يلجم لسانه عن الكذب وإذا قال كذبا مباشرة يكذب نفسه ويتراجعه فإن ذلك يرفعه ولا يضره ولا يخفضه في عين الناس ولا بد أن يعود كل من حوله من أقاربه ومن الأزواج ومن الأولاد ومن العمال على الصدق ويشجع عليه فإذا صدقه عماله أعطاهم جائزة للصدق ومن المهم أن يكون الإنسان في نهاية كل فصل أو في نهاية كل عام وهو يعامل الناس يشجع نحن لأن نعلم هذا التشجيع في المؤسسات أنت كنت تدير مؤسسة خيرية إذاك الله خيرا أنه كنت تشجع العمال في نهاية كل فصل وفي نهاية كل سنة تعطيهم درجات العمال عندك في البيت أيضا يستحقون هذا فلذلك لابد أن يقوم أداؤهم في مكان من أهل الصدق لابد أن يجاز وأن يشجع على صدقه وكذلك الأولاد وكذلك الأهل والصحابة كما ذكرت رضوان الله عليهم كانوا يشيعون هذا الصدق بينهم وكان بعضهم يصدق بعضا ويعلمون أنهم على الصدق كما قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي رضي الله عنه حدث بهذا الحديث لم يسمعه من نبسها سلم لكن سمعه من أبي بكر الصديق وصدق أبا بكر وهكذا شأن السلف دائما بخاري رحمه الله في صحيحه قال حدثنا مسدد وهو كاسمه مسدد يشهد له بالصدق وأنه موفق فأهل الصدق في تاريخنا الإسلامي أهل الحديث اشتهر بينهم بعض الأئمة في الصدق فمثلا مالك بن أنس قال لما سئل الإمام أحمد عن مالك وعدد معاصره فقال مالك أوثق في كل شيء فهذه الثقة أكبر أكبر الفعض التوثيق هو ما كان بصيغة أفعل أوثق في كل شيء وكذلك سموا سليمان بن بلال لقبوه بالمصحف لصدقه كان لا يمكن أن تأخذ عليه كذبة أيا كانت فلقبوه بالمصحف لتمام صدقه فيشاع هذا في المجتمع اشتهر في العصر الذي سبقنا رجل بالصدق فكان الناس يمتحنونه ويريدون إقاعه بالكذب بأي وجه فجاء رجل منه البادية فأخذ نعاجه فجز صوفها طرفها جنبها مثلا أحد جنبيها ومر أرسلها تمر من أمام الرجل ويليه طرفها الذي جز صوفه والطرف الآخر لم يجز صوفه كلنا جز لها النصف وبقي النصف ثم جاءه فقال هل مرة حوله كان يعاج مجزوزا قال ما يليني منها مجزوز فلم يقع في الكذب